بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام مساءكم سعيد نلقاكم اليوم في عدد جديد من برنامج المؤشر الاقتصادي عدد جديد متجدد يتضمن محاورة للنقاش للحوار في بلاتو الوطنية موضوع اليوم وفي جزء الى اول سنناقش فيه زيارة او نجاح او بالاحرى نجاح زيارة السيد رئيس الجمهورية الى جمهورية ايطاليا نخص بالذكر الجانب الاقتصادي كل هذا جاء بعد حركية جد هامة تلك التي يشهدها التعاون التعاون الجزائري الايطالي قد تصل هذا التعاون الى حد التحالف الاقتصادي والاستراتيجي هذا ما يراه المحللون او المتابعون وتعول عليه الحكومتي البلدين وهذا ما اكدته قلد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى ايطاليا والتي كللت بالنجاح على ضوء الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وكذا الانسجام في المصارات الديبلوماسية والتعاون الاقتصادي في ظل شاركة قائمة على آليات حقيقية ورغبة مشتركة بين البلدين قبل ذلك وربما لأجل مناقشة هذا الموضوع او الجانب الاقتصادي من هذه الزيارة وما تمخذ عنه وما يتمخذ عنه مستقبلا ان شاء الله ارحب بضيوفي الكرام والذين سيرافقوني طيلة هذا البرنامج وسنناقش في المحور الاول كما قلت زيارة السيد رئيس الجمهورية الى ايطاليا المحورين المتبقيين سنناقش فيهم موضوع لا يقل اهمية عن مواضيع الساعة انه قطاع الفلاحة في الجزائر اسعد باستضافة الخبير الاقتصادي الاستاذ سعد سلامي مرحبا اهلا بك مرحبا شكرا على الاستضافة كما اسعد كذلك باستضافة ولأول مرة استاذ احمد بغتي فلاح وناشط الجمعوي مرحبا بك كما اسعد باستضافة كذلك رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد يزيد حنبلي اهلا وسهلا شكرا شكرا على تلبية الدعوة دون ان انسى صديقي كريم علام اهلا وسهلا كريم خابير اقتصادي واعلامي مرحبا اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين نذهب لمتابعة هذا التقرير للزميل زندين بوشكارا ولنعود بعد ذلك علاقات اقتصادية متينة تربط الجزائر وايطاليا في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وجاءت زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى ايطاليا التي تكتسي اهمية خاصة لتثمين اواصر العلاقات الثنائية الاقتصادية خاصة في المجال الطقوي والتجاري وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 8.5 مليار دولار سنة 2021 مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت قرابة 6 مليار دولار حسب ارقام وزارة التجارة وترقية الصادرات من جهتها بلغت الصادرات الجزائرية نحو ايطاليا التي تتمثل خصوصا في المحروقات ما يقارب 6.24 مليار دولار سنة 2021 في حين بلغت واردات الجزائر من هذا البلد التي تتكون اساسا من الماكينات والمواد البترولية المكررة والمواد الكيميائية والمواد الحردية 2.26 مليار دولار كما تمثل المشاريع المنجزة في مجال الطاقة مثالا حيا للشراكة القوية ولدور الجزائر كمورد موثوق للمحروقات بالنسبة لايطاليا خاصة في مادة الغاز من خلال انبوب عابر للبحر المتوسط منذ 1983 الذي يعبر تونس بقدرة امداد تبلغ 33.15 مليار متر مكعب في السنة والتي من المرتقب ان ترتفع عبره كميات الغاز المصدرة نحو هذا البلد بتسع مليارات متر مكعب سنويا ابتداء من 2023-2024 كذلك الامر بالنسبة لنشاطات تصدير وانتاج المحروقات اذ نجحت سونتراك وإيني الايطالية في تحقيق اكتشافات مهمة مادة البترول الخام كما التزمت بتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين والوقود الحيوي وغيرها من موارد الطاقات المتجددة كما تطمح الجزائر وإيطاليا إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أخرى ويتعلق الامر خصوصا بالصناعة الميكانيكية الفلاحة التعليم العالي السياحة وثقافة وتتطلع الجزائر إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في ميادين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء السفن الصناعات الصيدلانية تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمقاولاتية ويفوق عدد المؤسسات الإيطالية المتواجدة في الجزائر 200 مؤسسة تنشط في الأشغال العمومية الكبرى والصناعة والتجهيزة والماكينات وفي خضم زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإيطاليا جرى اقتراح إنجاز خط بحري لتموين إيطاليا وأجزاء من أوروبا بالطاقة الكهربائية بقدرة ألف إلى ألفي ميجاوات كما سيتم التوقيع على عديد الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين في عدد اليوم كما قلت وحسب التقرير الذي جاء أستاذ سعد تقرير تكلم عن زيارة ناجحة للسيد رئيس الجمهورية إلى جمهورة إيطاليا مجالات متعددة للشراكة تتحدى العدوء ربما المسائل التقليدية نتجه إلى اليوم شراكة استراتيجية الشريك الإيطالي ماذا تستفيد الجزائر من إيطاليا طبعا أولا شكرا لإستضافة مرة ثانية أعتقد أننا لم نذهب بعيدا عن الشطر اللي كان في الأسبوع الفارض لما تحدثنا عن زيارة وشراكة الجزائرية أو أفاق شراكة الجزائرية التركية الآن نحن بصدد الحديث عن اقتصاد مماثل إن لم نقل مطابق اللي هو الاقتصاد الإيطالي زيادة على ذلك نعرفه أولا نعتمد على الشيء أو على الباسيف يعني على الكرونولوجي اقتصادنا مبادلتنا مع إيطاليا إيطاليا هي الشركة رقم واحد أو الشريكة الموثوق رقم واحد بالنسبة للجزائر خاصة في الضفاء المقابلة الآن راكم نشوفوا أنه عندما تقول فقط أساسعة الشريكة الموثوق طبعا لأنه أنتم شفت حتى في تصريح سيد الرئيس قال أنه هذا الشراكة ما بيننا وبين إيطاليا أو اقتصادنا أو تبادل اقتصادي لم تشبه ولا شائبة منذ يعني بداية العلاقات الجزائرية التركية أخص بالذكر العلاقات الاقتصادية هذا نهيك طبعا عن الشيء اللي كان يعني اللي كان عطاه وحد الطابع في الزيارة عن رئيس سيارة الدولة الإيطالية بس ما نخوضش في الجانب نخليه المواليه الجانب السياسي والجانب الشفلي للزيارة لأسالة الكثير من الحبر وأيضا تنقلتها الكثير من وسائل والأوساط خاصة أوساط السياسية على وجه التحديد لماذا؟ لأنه جد في ظرف خاص في يعني بطريقة خاصة استقبال كان يعني أسطوري استقبال تاريخي تعتقد أن الوقت كان مناسب؟ طبعا وهذا هذا هو عبارة عن عربون للجانب الإيطالي للجزائر لأنه يعرف النواية بين الجزائر وإيطاليا نحن النية أن يكون عندنا في الضفة المقابلة محطة موثوقة لإستثماراتنا في أوروبا نحن الآن نعتبر أنه إيطاليا بواب لأنه المشاريع هي مشاريع قطعات استراتيجية لما نتحدث عن الغاز الطبيعي والغاز المسار والبيترول وفي عدة مجالات استراتيجية أخرى طبعا حتى لما نشوف الأرقام أرقام التبادل نشوف أنه الرقم الصادرات في الجزائر إلى إيطاليا كلها مشجعة طبعا ورقم الأعمال أكبر بالنسبة للجزائري أكبر من الرقم الأعمال الإيطالي في الجزائر لكن رغم ذلك تبقى إيطاليا كتجربة اقتصادية في اقتصاد المؤسسة الصغيرة المتوسطة والاقتصادات الناشطة المتوسعة تبقى نموذج يمكن أننا نطبق المثال نعم كلها مجالات للشاركة شكرا أستاذ أستاذي كريم سيمو حمد يزيد حملي ما نروحوش بعيد نبقوا في إطار الفلاحة حتى التقرير تتكلم على ربما تعاون مستقبلي مهم جدا في قطاع الفلاحة اليوم إيطاليا ربما هي دولة أوروبية المعايير الدولية متوفرة أو المعايير الأوروبية من حيث الماكنة من حيث أشياء كثيرة تحتاجها الفلاحة الجزائرية هل تبادل يوم الفلاحة بيننا وبين هل رح يعود بالفائدة على الفلاحة الجزائرية أو المستثمر الفلاحة في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم هو أن الشق العلاقات السياسية والتاريخية تتكلموا عليها تتكلم عليها الأخو خليوها للسياسيين يعني علاقات تضرب في التاريخ بين جزائر وإيطاليا والكلمة اللي قالها السيد رئيس الجمهورية لم تشبها حتى سحابة صيف بالكلمة هذه أنا نبقى في الشق الفلاحي وإن إيطاليا كدولة هي دولة من بين الدول يعني اللي يعتبروا من بوابات أوروبا المهمة وخاصة في المجال الفلاحي اللي معروفة إيطاليا في إنتاج زيت زيتون معروفة في إنتاج منتوجات عدة منتوجات خاصة منتوجات بالنسبة لتثمين منتوجات الموطن لأنه عندها تنوع كبير في إيطاليا بالنسبة يعني من أكبر الدول من أحسن الدول في مجال الصناعات الصغيرة يعني تستثمر كثير ومعظم المؤسسات الإيطالية هي مؤسسات عائلية لتضرب في التاريخ يعني مؤسسات كلها عائلية وهذا اللي يعطي قوة إيطاليا لي خلاها في منأة عن التقلبات الاقتصادية العالمية تجربة نجحة وهذه تجربة نجحة اللي عندها شبه كبير بالمناخ الجزائري مناخ الفلاحي الجزائري اللي يعطبر فلاح الجزائري فلاحة عائلية وين النقص تعنا في مجال فلاحة هو التحويل هو مجال صناعات الغذائية واللي إيطاليا مشات عندها مشات كثير في مجال لتحويل الصناعات الغذائية هذا اللي رح يخلينا خاصة منه رئيس جمهورية افتح مجال استثمار للمستثمير الايطاليين وكان قبلها مستثميرين الاطراك وين هذم الدولتين في الصناعات الغذائية وفي المؤسسات العائلية عندهم عندهم تشابه كبير ولكن عندهم تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وايطاليا تقدر تكون يعني عندها تأثير وعندها تجربة لتساعدنا نموذج كنموذج اللي رافقنا في قضية الصناعات الغذائية نقل التجربة هذه التجربة الايطالية بالنسبة الفلاح الايطالي او المستثمر الفلاحي بالنسبة في ايطاليا نقلها بالنسبة للجزائر او الفلاح او الواقع الجزائري هل تكون فيه سلاسة تكون فيه مرونة لانه دائما عالي من هذه المشكلة هذا حتى الفلاح اليوم عالي اليوم من التجارب الحديثة في الفلاح الجزائر اليوم مقدمة على ربما الصناعات الفلاحية الصناعات زراعية نتعدى الأمور التقليدية وكذلك الفلاح الجزائري اليوم كله يطالب بوجود الماكنة المتطورة الماكنة الكبيرة التي تساعده على الله لا هو كين إجراءات في هذا المجال وهذا يعني كين متطلبات القاعدة التي تطلب قضية الماكنة وإن أسبوع الفارض كان هناك إخراج نصص تطبيقية استيراد الماكنة المستعملة المجددة وإن إيطاليا هي دولة مهمة جدا في الصناعة الماكينات الفلاحية من جرارات من حاصدات من ماكينات متطورة وإن دولة كانت استجابت لانشغالات المهنيين وإن كان هناك قانون يسمح باستيراد الماكينات المجددة قانون هذا في صالح الفلاح؟ بالطبع في صالح الفلاح لأنه راح يمكن الفلاح وهذه إجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية لمرافقة القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاح لتسهيل عملية الإنتاج الفلاحي لأن الفلاح مهمته هو الإنتاج وهذه إجراءات جدا إيجابية التي كانت انطلقت الأسبوع الماضية عن طريق وزارة الصناعة وإن الآن أصبح المستثمر الفلاحي يقدر يستورد آليات بأثمان معقولة وكذلك نقدر نستورده التكنولوجيا لأنه ما عندناش صناعة عماكينات فلاحية كبيرة متطورة في الجزائر هذا الجاء الإجراء جاء باش يلبي النقص اللي كان في السوق الجزائرية وإيطاليا دولة مهمة جدا في الصناعات الماكينات الفلاحية وهي رائدة في هذا المجال عندها يعني بيع طويل والماكينات تحمع رفع منذ القديم وهذا اللي راح يخلينا الاحتكاك راح يخلينا باش أول شي نسهل العملية الإنتاجية وكذلك راح تكون هناك نقل مع الوقت نقل للتكنولوجية لما لا تكون مع الوقت صناعة تعماكينات هنا في الوطن جميل جميل أستاذ حنبلي نقطة مهمة جدا فقط نترقب إن شاء الله ربما هناك في جويلة شارجويلة في اللجنة المشتركة بين البلدين بعدها انطلاق في ربما تفعيل هذه العلاقات وخلق ربما فضاء واقعي أكثر ولماء الاتقاء المجموع المستثمرين الإيطاليين مع المجموع المستثمرين الجزائرين أستاذ علام مرحبا بك مرة أخرى أهلا وسهلا بناء الثيقة اليوم مهم جدا في ترسيخة العلاقات سواء سياسية أو اقتصادية لأنه لماذا بناء الثيقة هو القاعدة الأساسية في التطور الاقتصادي أو في التعاون والشراكة الاقتصادية إذا سمحت وعمل ثيقة في المجال الاقتصادي عنده أليات وعنده يدزين سليمون أولا في إطاليا كيف يدزين لكوفاس في فرنسا وهرمس في ألمانيا يدزين لكوفاس في ترسيخة العلاقات لكوفاس في ترسيخة العلاقات على بلك الثيقة هذي سيستنورغانيزم دا السورانس دو قارنتي تعلق المعاملات التجارية في الخارج تعتبر الجزائر عامل متعامل تعثيقة الثيقة عاونة الجزائر عاونة الجزائر في أوقات المحنة التي عشناها في التسعينات المحنة الأمنية والعزلة التي عشناها اقتصاديين وسياسيين كانت إطاليا أن درار بي اليوم رانا جوزي